تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبس بورت حلقة اليوم قبل إعلام جائزة الأفضل المتوقع يوم بكرة الخميس حلقة اليوم بعد كلمة طلعت في الإعلام وانتشرت عنده كثير ناس الشركات هي بتحدد مين بفوز بجائزة أفضل لعب في العالم ميسي أو رونالد أو غيره وإنه نايكي وأديدس بيتدخلوا هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غلط نسبيا لأنه ببساطة لازم نفهم جائزة الأفضل ولا جائزة الكرة الذهبية جوائز صارت عالمية يعني فيه شبه رقابة اجتماعية عليها شبه رقابة صحفية عليها وحتى الشي اللي بيصير كتير ببليك بصير فيه شبه رقابة أمنية عليها أيضا وبشوف نتائجه بالتالي هي مش جائزة عملت قبل سلب مدينة معينة بفوز اللي بيعرفوهم وخلص ومش جائزة معمولة على جنب لحدث معين بفوزوا دايما للرؤاء الرسميين في الجائزة أبدا لأنه فيه معايير واضحة فيه ستاندرد واضحة فيه طريقة واضحة بالتصويت فعشان تفوز لازم تفوز بالتصويت يعني نيجي نحكي عن جائزة الأفضل فيه لعبين فيه مدربين فيه صحفيين وفيه جمهور بيصود عشان انت تفوز يعني عشان تعمل شي لازم تزور أصواتهم وهذا الشيء مستحيل لأنك بترجع تعلن أصواتهم الآن انت لو زورت صوت لاعب لعبين معناها النتيجة كانت متقاربة بين اللعبين أصلا اللي فازوا اللي فازوا لكن نمتيجي تزور صوت خمسين لاعب حيطلعوا كلهم يحكوا فحصير فضيحة فحيتحقق فيك حتكتشف أنك فاسد فمستحيل الفسات في مسألة التصويت بيجي واحد بيقول لي طمام زمان طنعوا لاعبين حكوا إحنا صوتنا غير هيك أو هيك هنا الفكرة بهذول اللعبين اللي أنكروا انهم صوتوا بهذه الطريقة كانوا لعبين أو ثلاثة واحد منهم تبين أنه مش هو اللي معبي الورقة أصلا واحد ثاني مخليب الاتحاد ومعبيها بطريقته والتالي ممكن يكون كذب منعا للإحراج لأنه صوت للاعب ضد لاعب مع فريقه يعني هذه هي ببساطة لكن هل الشركات تدخل مين بفوز نعم بس مش بطريقة مباشرة كيف أنا أكل شهر مثال عندي 2011-2012 الموسم اللي مستعمل فيه أداء فردي خارق جدا لكن على الورق ما كان ربما لازم يكون أفضل لاعب في العالم ربما كان لازم يكون أفضل لاعب في العالم بتلك البطولة إن يستمثلا لأنه فاس بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وكان جايب كأس أمم أوروبا تماما كما هو الحال في 2012-2013 الأفضل على الورق كان لازم يكون فرانك ريبري لأنه أفضل لاعب في أوروبا وجايب ثلاثية في حين فجأة دخل كريستيارو ناعدو شو اللي بيصير هون اللي بيصير هون ما يسمى بالعلاقات العامة أو بالإعلام تاع العلاقات العامة تيجي بيطلع لك فيديو فجأة بالفيسبوك أجمل عشر أهداف لنين ميسي لوقت التصويت وبندفع عليه كمية فلوس رهيبة جدا وبعدين برميلك سؤال آخر شي أليس هو الأفضل في عشرين عشرين فإنت كابو صوت بلعب بمشاعرك برجع لك فيديو ثاني بعد شوي بذكرك مرة ثانية مهاراته وعبقريته هذا الموسم فإنت بتبلش تقول آه والله خدعوني هم قالوا لي ليفاندوفيسكي أو فلان أو فلان لا أنا أريد أن أروح أصوت لن يسير بتروح تصوت فبياخد صوت الجمهور ونفس الشي بيصير مع اللعبين والمدربين ولازم يتذكر اللعبين والمدربين والصحفيين في النهاية هم بشر وبتلقوا الرسالة الإعلامية فلي ممكن يصير يندفع لصحفي بتحليل يطلع واحد على التلفزيون ماينين عليه يقول كلام معين اسمعوا جائزة الأفضل هي جائزة فردية ما لها علاقة بالجماعة فإحنا منشوفوا أفضل فرد اتخيلوا لو كان هذا الفرد يعني نفرض مثلا رونالدو هو اللي مع بايرم يونيخ مش كان حيفوز بأفضل لعب في العالم حتقول آه والله فببلش تيجيك المسيجات الإعلامية بالمسيجات الإعلامية بلعبوا بالتصويت بيندفع فلوس بينعمل حملة ممولة حملة علمية بالتأثير على الرأيي العام وبصنعوها هذا الشي صار مثلا لما انيستا كان بألفين واثناش تخيلنا أرجع لكم للمثال انيستا بألفين واثناش كان لنهاية شهر سبعة الكل بيقول هو كورة ذهبية فجأة انعملت حملة كبيرة جدا وخلتها بشكل أو بآخر بين ميسي ورونالدو مش بين ميسي وانيستا لأنه كانت لو بين ميسي وانيستا هيختلفوا التصويت بينهم ويروح لرونالدو لكن صارت بين ميسي ورونالدو وفجأة خرج انيستا ويومها أذكر في تصريح بس مش ذاكر لمين شخص لكن شخص مدريدي قال برافو حملة علاقات عامة رائعة من أجل فوز ميسي بالكورة الذهبية يعني الحملة كانت إعلامية هنا التأثير أما والله مش نايكي بترفع التليفون فوزو لنا ميسي يلا خدوها أو رونالدو فوزوها يلا خدها لا طبعا لا لا يعني هذا كلام لما ينحكبين حكبين تفكير في منطقتنا على أنه عندهم أه في فساد بالفيفا في فساد كان وربما مستمر أه في فساد باتحادات القرية نعم بس هم نتكلم عن أهم اتحاد حاليا في العالم ومنتكلم عن اتحاد كل عيون عليه بعد فضايح الفساد ما حيلعب هاي اللعبة ما حيلعب هاي اللعبة عشان كرة ذهبية بطلت فارقة معاه لا عمر ميسي ولا عمر رونالدو وأساسا ما كان فيه سبب أنه اتحادي ضحي بجأسته كاملة عشان لاعب وعشان عقد مع شركة من الشركات ولازم نفهم يعني فيه شركات أصلا مش روعان الفيفا فليش هتأثر على رأي العام أو ليش هتأثر على الفيفا يعني المسألة الكثير معقدة ناخدها ببساطة ناخدها بسهولة بدون ما كثير نشكك بس نفهم اللعبين بيكونوا أعطوا سبعة من عشرة الشركات بتخليها بالإعلام بالتسويق بالترويج بالدفع لهذا الصحفي ولهذا المجلي ولهذا الموقع ولهذا الفيديو تسعة من عشرة وبعض اللعبين بيجيبوا سبعة من عشرة بس لأنه ما حدا بسوقهم بضلهم سبعة من عشرة ولو كانوا تمانية من عشرة بيخسروا أمام اللي كان سبعة من عشرة بس الإعلام رفعوا لتسعة من عشرة نوصلوا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعني على يوتيوب في قناتي سيرفيسبورد والسلام عليكم ورحمة الله